عمري ما كنت تخيل ان جمالي هيكون سبب في جوع ولادي انا اميرة عندي 38 سنة حكايتي بدأت من صغري لما تربيت في بيت فقير بس كانت ماشية بتدابير ربنا ابويا كان شغال تاجر خضار على قد حاله وامي ست بيت عندي خمس اخوات وانا الكبيرة بتاعتهم كنت بروح المدرسة وارجع وقول لي ماما انا هروح لابويا على الفرش في السوق اساعده ردت علي وقالتلي بلاش يا اميرة يا بنتي خليك في تعليمك ابوك الحمد لله ربنا يعطي الصحة هو بيشوف شغله ومش محتاجك قلت لها بدي ما فيهاش حاجة يا ماما لما ساعده ولما لاقي وقت فاضيها بأذاكر وفيها ايه هفضل وقفة جنبه وطبعا قدام زني وفقت اخيرا وكنت بروح لابويا السوق كل يوم بس كان في حاجة غريبة بتحصل لما بروح اغلب اللي بيشتروا مننا شباب وبيقفوا يتكلموا معايا انا بالخصوص عن الاسعار رغم ان بابا واقف جنبي وده دايق ابويا جدا ولما رجعنا البيت لقيته بيقول لي يا اميرة ما عدتش تجي للسوق مرة تانية خليك في البيت وشوف دروسك ومذاكرتك زعلت قوي وقلت له ليه بس يا عبا انا بعمل حاجة غلط رد بخزني وقال لي لا يا ابناتي بس انت كبيرتي خلاص وكمان ما شاء الله عليك جميلة وفيك الطامة واللي رايح واللي جايب يبص عليك في السوق وانا مش قادر اتحمل ده بنتي وبلاش مشاكل ده اكل عيشنا انا واخواتك ومش عاوز اعمل شاوشرة كل شوائية ياريت تكوني فهمتي سكت ابويا بس انا ما كنتش فهم كلامه وامي اول ما كلمتها قالتلي ابوكي عنده حاب خليكي في تعليمك وكفاة انك بتساعد معايا في تربيت اخواتك بس صراحة ما كنتش مقتنع بكلامهم بس عملت اللي قاله عليه وقعدت في البيت وعدت الايام وخلصت تعليمي وبعد فترة ابويا قاللي جاءلك عريس كوايس ومحتارب بس لسه بيبدأ حياته هتتعابي معه شوية في الاول على بل ما يقف على رجله المهم انه ابنه ناسه متربي فقري فقري ورد علي قلت لامي ايه رأيك في كلام ابويا يا اما قالتلي يا حبيب تعودي مع العريس وشو في كلامه ولو ارتحت له خير وباركة ولو ما فيش جبول كل شيء جسمه ونصيب بصراحة اقتنعت بكلامها وبعد كم يوم جي محمود البيت وقعدت معه حكالي على كل ظروفه بالتفصيل بس الغريبة ان ارتحت له جدا رغم ان ظروفه صعبة وفعلا اتدوزنا وكان الكل بيحلف محبنا البعض وهو كان ونعم الزوج وبعد فترة ربنا رزقنا بتوقف بنته ولد زي الامر محمود كان فرحان بيهم جدا بس طبعا المصاريف كترت علينا ودخل لا يقول لي انا لازم اشتغل شغل اضافي عشان ولادي ما يطلعوش نقصهم اي حاجة وفعلا محمود اشتغل على تكسب الليل عشان يوفر مصاريف للولاد وفي يوم حصل اللي ما كنتش عامل حسابه محمود اعمل حدثة ومدفع غمضة عين ما كنتش عارف افكر هو الا اتصرف ازاي بس الاكيد ان المسئولية بقت كلها على كتفي ما كانش قدامي حل تاني غير ان ننزل اشتغل واصرف على عيالي كلمت ناس اصحاب جوزي جابولي شغل في محل ملابس وقلت الحمد لله الراجل صاحب المحل تلي عزق جدا وقالي مفتاح المحل معاك تيجي تفتحي اي وقت وتنظف المحل على بالماجي وترجع لولادك فرحت جدا بالشغل ده وقلت يا حاجة تساعدني على مصاريف عيالي وفي نفس الوقت ارجع بدر ليه وعدة كان اسبوع وفي يوم جات ستة تسأل على صاحب المحل قلت لها يا ستة هاني مش بيجي غير اخر اليوم بصتلي بصة غريبة قوي وقالت لي وانتي بتشتغلي هنا من امتى يا حلوة استغربت من سؤالها وقلت لها من قريب سكت والنار كانت هتطلع من عنقها ولايتها بتقول لي لا كده مش هينفع خالص قلت لها باستغرب تقصدي ايه حضرتك ردت علي وقالت لي مش مهم تفهمي وثبتني وخرجت بعد ما فصصت جسمي ولبسي بعنيها والتاني يوم رايحة الشغل لقيت صاحب المحل بيقول لي انا اسف يا ميرة مش هينفع تشتغلي معايا تاني اتخضت وقلت له ليه بس انا حصل مني ايه سكت شوية وقال لي بصراحة انا مشوفتش منك اللي كل خير بس كل اللي اقدر اقولهولك ان اللي كانت هنا ببارح دي مراتي وسكت طبعا ما كنتش عاوزة اعرف اكتر من كده لان الباقي فهمته لوحدي ست ومشيت وانا مكسورة خست ان الجمال لعنى على اي ست بالدور على مصدر داخلي ليها وكأنها هي اللي خلقت نفسها مشيت من عنده ودورت على شغل تاني بس للأسف ما لقيت شغل الخدمة في البيوت وارجعت النفس الدايرة من تاني كل ما روح لستة اخدم عندها يوم والتاني وتقول لي أسفا ما عنديش لك شغل تعبت جدا لحد ما ربنا كرمني ولقيت مصنع اشتغل فيه وفعلا اشتغلت شوية ولقيت اللي بيكلمني بطريقة مش كويسة واللي طمعان في جمالي انا بقيت بفكر حرفيا قلبس نقاب بسببهم يمكن اللي كان مصبرني على الشغل في المكان ده ان زي ما فيه ناس وحشة فيه ناس محترمة وكويسة زي أستاذ مصطفى اللي شغال معانا بس في يوم لقيته بيناديني وبيقول لي انا عارف انك مش مستريحة في الشغل هنا وشايف اللي طالع واللي داخل بيلسن عليك بالكلام قلت له بقهر وانا بيدي اتاني عمله بس يا أستاذ مصطفى مانا على يدك اهو فحالي وما بكلمش حد رد وقال لي اعود ببيتك وانا هبعتلك كل شهر مصارف للعيال استغربت من كلامه وقلت له وانت زن بحضرتك ايه رد علي وقال لي ملكيش دعوانتي نفزي اللي قلتلك عليه ورزق ورزقك على الله واكبرني فعلا ان اعود في البيت وفعلا اعادت كم شهر وهو بقى يبعتلي المبلغ مع صاحبتي كل شهر وفي يوم لقيته هو اللي بيخبط علي أول الشهر وجايبلي الفلوس بنفسه استغربت وقلت له ليه ما بعتش الفلوس مع صاحبتي زي كل مرة لتعبت نفسك رد علي الرد اللي صدمني وقال لي بصراحة وحشتيني وقلت اجاعد معاك شوية ساعتها فهمت قصده اللي كنت بحاول أكدب نفسي فيه كل مرة واقول اكيد نيته خير فقلت له بمنتهى الهدوء اتفضل خد فلوسك واخرج من هنا واللي انت بعتهم قبل كده دلدين علي لما اشتغل هبقى بعتهم لك مع صاحبتي مرضاش يخرج وقال لي انت فاكرا اني فتحها جماعية خيرية انا عملت كل ده عشان اوصلك صرخت ولمت علي الناس ولولا كده ما كنت استلمت من شره ويومها تدقت اني مفيش حد بيساعة حد الوجه اللي عشان كده قررت اني لازم اتخول لراجل عشان اعرف يا رب عيالي واقدر عيش في وسط الغابة اللي احنا فيها ايوه لبست جلبية ابويا لبست شال على راسي وانزلت السوق وجبت خضار وفاكها وبقتبيع زي اجدع تاجر في السوق وربنا وسع علي وشغلت ناس معايا والكل كان بيعملني على اني تاجر خضار مش وحدة ست وفضلت كده لحد ما ربت ولادي والحمد لله ولسه بشتغل بلبس ابويا في السوق وانسيت جمالي اللي كان هيجوع عيالي وبقت فتحة بدل المحل كذب احل في فضل الله والحمد لله ولادي بيفتخروا بيا في كل مكان رغم مراكزهم العلمية اللي انهم بيتشرفوا بيا وبجلبية وشال ابويا اللي قررت ادري فيهم جمالي وشبابي عشان اقدر رب عيالي يمكن الطريقة اللي اخترتها ما كانتش صح قوي بس على قل سلمت من عيونه طبع الناس واثبت ان الست عندها عزيمة بمية راجل وتقدر تشتغل شغل الرجالة وبمنتعة البساطة طلامة ده وصد شرفها او عيل من عيالها مش خشفها شكرا غادر اشتغل شغل